وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كاربي هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر بأنها تصعيدية وقال إنه يجب أن تتوقف الهجمات على السفن مضيفا أن قوات الحوثي أمامهم الخيار وسيتحملون عواقب عدم وقف الهجمات أوضح كاربي أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع وستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت الهجمات مشددا في الوقت ذاته على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة